بأغلبية صاحقة وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مقترحين متصلين بالعقوبات على إيران والاتفاق النووي معها الاقتراح الأول قدمه السيناتر الجمهوري تادي كروز ضمن مشروع قانون المنافسة مع الصين وينص على أن العقوبات المتعلقة بالإرهاب على البنك المركزي والحرس الثوري الإيراني ضرورية للحد من التعاون بين إيران والصين إدارة بايدن تجري محادثات لرفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد الحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني الحرس الثوري مسؤول عن مقتل أكثر من 600 جندي أمريكي ويحاول حاليا اختيال وزير الخارجية السابق ومستشار الأمن القومي الأسبق إن كنتم تدعمون العقوبات على الحرس الثوري صوتوا بنعم وإذا كنتم تريدون رفعها فصوتوا بلا 86 عضوا صوتوا بنعم مقابل 12 صوتوا بلا وفي وقت لاحق صوت 62 عضوا بينهم 16 ديمقراطيا مقابل 33 لصالح اقتراح ثاني قدمه السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد يعارض اتفاقا مع إيران يتناول فقط البرنامج النووي إضافة إلى يزالة تصنيف الحرس الثوري كإرهابي أعتقد أن الإدارة ستستمع بالطبع إلى هذا النداء من الكونغرس الأمريكي للنظر حقا في هذه الصفقة وإطالة الأمد الزمني أعتقد مع ذلك أن هذه الإدارة لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي من بين المصوتين الديمقراطيين على الإجراء غير الملزم الذي اقترحه لانكفورد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر فيما قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز إنه صوت لصالح المقترح لتشجيع المفاوضات باتجاه أقوى صفقة ممكنة مع إيران يقترب الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ من نقطة التقاء بشأن الاتفاق مع إيران محواره الأساسي إبخاء الحرس الثوري على قوائم الإرهاب حسين الطاود العربية واشنطن اشتركوا في القناة